موسيقى مشاهدي قناة الأخبار المغربية امفنت كتالا بكم في الاقتصادية اكدت رئيسة مجلس جهة قلمي مدنون باركة بعيدة بمدينة قلمي من الجهة هي وجهة واعدة من حيث جذب الاستثمارات وفضاء ملائم للاستثمار في مختلف مجالات التنمية السيدة بعيدة شارت خلال لقاء يوم المستثمر المخصص للنهوض بالاستثمار في جهة قلمي مدنون لأن الجهة وبفضل البنيات التحطية لا سيما المنجزة وتلك في طور الإنجاز ستسهم حقا في خلق طفرة اقتصادية واجتماعية بالمملكة وقالت إن تنظيم هذا اليوم المخصص للاستثمار في جهة قلمي مدنون يأتي لتسليط الضوء على المؤهلات الاقتصادية والتنموية والبشرية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة بالجهة وكذا التعرف على المزايا الاستثمارية المفتوحة في وجه المستثمرين على الصعيد الجهوي والوطني والدواجي انعقدت بمدينة أجادير اجتماع خصص لدراسة سبولي المحافظة أو انعقدة بمدينة أجادير اجتماع خصص لدراسة سبولي المحافظة على توازن واستدامة سلاسل الخضروات والفواكه وذلك برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي ويأت انعقاد هذا الاجتماع تبعا لمجموعة من اللقاءات المنعقدة والمتعلقة بتنصيق وتتبع انتاج وتسويق الخضروات والفواكه خصوصا التماطم بجهة سوسماسا والتي حرصة من خلالها المتدخلون على أن تتم عملية الانتاج والتسويق في ظروف جيدة وذلك بفضل اتخاذ عدة إجراءات تتعلق بتحديد الكيميات المصدرة حسب العرض والطلب وكذا الإجراءات على صعيد الوزاري همت إعفاءات مستقبلية على القيمة المضافة دعا مجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لمضاعفة العرض الجماعي للتمويل المناخ من أجل التكيف وتفعيل آليات التمويل الجديدة التي تستجيب للخسائر والأضرار التي تتكبدها القارة جراء المخاطر المناخية وأحث المحافظون في البيان الختامي للاجتماعات السنوية 58 للبنك الأفريقي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ شركاء البنك على بزلي المزيد من الجهود لسد العجزي السنوي المسجل في التمويل المناخ للقارة والذي يبلغ حوالي 213 مليار دولار فاصلة أربعة تراجع تسعار الذهب اليوم بعد توصل اتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأمريكي في مطلع الأسبوع إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة هذا وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بسفر في المائة فاصلة واحد لألف وتسعمائة وأربعة وأربعين دولار للأوقية فاصلة سفر تسعة ولم يترى تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب حيث سجلت ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعين دولار للأوقية فاصلة ثلاثين هذا وتأثر الإقبال على الذهب كملاذ آمن بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد إنه وضع لمسات نهائية على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس نواب كيفن مكارثي يشمل تعليق سقف الدين حتى الأول من يناير الفين وخمسة وعشرين سعدت أسعار النفط في المعاملات الأسيوية المبكرة اليوم مع تواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لتعليق سقف الدين الحكومي حيث زادت العقود الأجلة لخام برينت بتسعة وثلاثين سنة إلى سبعة وسبعين دولار للبرميل فاصلة أربعة وثلاثين هذا وارتفعت كذلك العقود الأجلة لخام غرب تيكساس الوسيط بخمسة واربعين سنة إلى ثلاثة وسبعين دولار للبرميل فاصلة أثنى عشر نهاية النشرة الاقتصادية لليوم ومشاهدين نشكر لكم طيبة المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر